من اكتر الحاجات اللي ممكن تكرهك في فصل الصيف الزباب او الدبان مخصوصا لو الدبان ده من نوع اللي انت بتهشه يقوم رجعلك تاني فبالتالي مش هتكره فصل الصيف ده انت هتكره نفسك كمان هنتكلم النهاردة عشان مش بس الدبان دوت بينقل امراض لا ده كمان ممكن يقلقك من النوم ممكن يبقى مصير للجدل بالنسبة الاطفال هنتكلم عن طرق بسيطة وفعالة موجودة في البيت بعيدة عن المبيدات الحشرية وفي نفس الوقت المبيدات الحشرية بقت غالية حاجات بسيطة في البيت ممكن تستعملوها عشان نقضي على الزباب بطريقة سهلة وفعالة وبسيطة محتوى مهم جدا لكل الناس اللي بتشتكل من الدبان من جوة الصيدلية السلام عليكم و اهلا بيكم من جوة الصيدلية ومحتوى مهم جدا مع دخول الصيف عن طرد الدبان من البيت بطريقة سهلة وبسيطة سوف نقضي على طريقة الليمون بالقرنفل ونقضي على أعواد القرنفل ونبدأ نقضي على أعواد القرنفل ونغرسها فيه يمكن الليمون فيه مادة السيتريك أسد والسيتريك أسد مع الأليجينول اللي هي مادة فنولية موجودة في القرنفل اللي اتنين دول بيطلعوا ريحة تعتبر منفرة جدا بالنسبة للذباب وتطرده بعيدا عن المكان اللي موجود فيه الليمون مع القرنفل لو ملقيتش الليمون ممكن تستبدله بالطفاح ونغرس فيه اعواد القرنفل لان برضه البيكتينز اللي موجودة فيه يحمل أجميع sanctuary من sawadenفل التفاح تطرد الذبان بعيدا عن المكان الموجودة فيه ثاني حاجه حكتين النعناع ورحان ذات الموجودة فرو też من الحاجات الكيدة جدا التي يمكنكم ان تكون موجودة في أي بيت وتطرد الذبان وبحث عن البيت النعناع أو الرحان يمكن ان يزرعهم بأوراق النعناع أو الرحان في مكان الذباب على الأماكن الذباب سيقدر بيت أن يبجأو الذباب الموجود Whatever the lyingthitt having من عند العطار. على فكرة الزيت ريحتها حلوة جدا تعتبر زي المعطر للجو سنجيب 15 سنط من زيت الرحان او 15 سنط من زيت النعناع ونضعهم في لتر مية ونضعهم في بخاخر ازاز ونرش بهم الاماكن اللي متواجد فيها الزباب منه هيعمل معطر كويس جدا للجو وفي نفس الوقت هيطرد الزباب بعيد جدا عن الاماكن اللي موجود فيها زيت الرحان او زيت القرنبل. في زيت كمان ممتاز جدا وقامن ورحته حلوة جدا ممكن تجبوه من عند العطار اسمه زيت الخزامة الزيت دوت من الحاجات اللي ليها مادة مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات حلوة جدا ورحته لطيفة جدا ممكن تجبوه من عند العطار تحط 20 سنط من زيت الخزامة في لتر مية ونكمله لتر مية في بخاخر ازاز ونرش بهم الاماكن اللي موجود فيها الزباب منه هيدي رحة كويس جدا للجو ومنه في نفس الوقت هيطرد الزباب من الزباب المكان اللي متواجد فيه زيت الخزامة. كمان من الحاجات اللي بتطرد الزباب جدا بطريقة كويسة جدا واملة جدا البخور والبخور زخان العود او المسك لو بنبخر الاماكن اللي فيها وبنشغل بخور من النوعين دول في الاماكن اللي متواجد فيها الزباب برضه بيضمن ان هو بينفر الزباب بطريقة كويسة جدا من المكان اللي موجود فيه. اما بقى لو متغاز من الزباب فممكن اقول لك حاجة بسيطة مسيادة من الزباب بمواد طبيعية ممكن تعملها تصطاد الدبان ده كله بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنجيب معلقتين كبار من خل التفاح ومعلقتين كبار من السكر ومعلقة صغيرة من الخميرة نحطهم في وعاء ونقلب طبعا نحط مية ونقلب المزيج ده كله ونحط بعض القطرات من الصبون الساين ونغطيه الوعاء دوت بكيس نيلون زي ما احنا شايفين. ونبدأ نعمل فيه سكوب صغيرة بحيث ان الدبان لما يخش مش هيعرف يطلع تاني. الفكرة في الموضوع ده كله ان طبعا خل التفاح والسكر مع الخميرة بيعملوا ريحة حلوة جدا بتجذب الزباب عليها. مع ان الصبون السايل طبعا بيقلل التوتر السطحي بتاع المياه. فبالتالي لما الدبان بيخش بيختص في المزيج ده ومش هيعرف يطلع تاني. ستحط الموضوع دوت فيه الاماكن اللي متواجد فيها الزباب هتلاقي ان جمعت كمية الزباب كبيرة جدا. وفي نفس الوقت اتخلصت منهم بطريقة سهلة من غير اي مبيدات حشرين. اكتر من اربع او خمس طرق نقدر نعملهم نتخلص بيهم من الزباب. طبعا يعني الزباب مقرق جدا فعشان كده ان شاء الله حاجات بسيطة مش مكلفة. وفي نفس الوقت تضرط لكم الزباب من الاماكن من البيت والصيف اللي بنعاني منه من مشاكل الحشرات. يا رب اللي يجرب هذه الطرق دي اعرفنا في الكومنتات. ويا ريت ما ننساش نشترك في القناة ونفعل زر الدرس. ونلتقي دائما في محتوائي جديدة تكون مفيدة بإذن الله من جوا الصيدنا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر